دكتور عز قدر مع حضرتك مباشرة عن هذه الحملة تكلمين عنها احنا قلنا حتى انه من اسمها حملة مش قبل 18 ايه قليات هذه الحملة وانتو عايزين ازاي توصلوا لأكبر قدر منها اولا لازم نقول ايه الهدف من الحملة الهدف من الحملة ان احنا بنسعى ان البلمان يصدر قانون يجرم تزويج التفلات او القاصرات بين كثين لان احنا عندنا حالات كتيرة جدا بيتم فيها انت عارفة 15% نسبة تزويج القاصرات في مصر ده بشكل العام وبالتالي دي نسبة مش قليلة يعني 15% من السيدات عمر الزواج بيتجوزوا اقل من 18 سنة تمام انت عندك في الفترة العمرية مثلا من 18 لتسعة واربعة وستين لما عملوا بحث لقوا 27% نسبة اللي تجوزوا اقل من 18 سنة و 25% من 25 ل 46 لقوا ان في الفئة العمرية دي نسبة التزويج القاصرات كان 25% يبا اذا ده حاجة كبيرة جدا احنا نتلم على الربع واكتر من الربع وطبعا ده معناه ان انت بتهدري حياة بني قدمين لانه بيتعرضوا لمخاطر كتيرة جدا كمان ده فكرة ان البنات عدم تعليمها يعني بيوقف التعليم بتاعها بتحصل مشاكل نفسية ومشاكل قانونية ومشاكل اسرية وبالتالي احنا محتاجين قانون يجرم تزويج القاصرات وفي الحقيقة حتى الولاد فيه اسوبيان بتجوزوا اقل من 18 سنة لان احنا عندنا ممنوع ان انت تسجلي تسجلي في الاوراق الرسمية لو البنت او الولد اقل من 18 سنة لكن اللي بيحصل ان هم ما بيسجلوش لكن بيجوزوهم وبيستنوا لغاية لما يتموا 18 سنة وبعد كده يسجل طبعا عندنا بيخلق عدد لا نهائي من المشاكل وفردنا طلقت الزوج توفى معندها اتخلفت او طفش او اي حاجة بالشكل ده فبيبقى انت عندك طفل مش معروف هيتم نسبه لمين لو الاب مش موجود طيب يعني هل الحاملة هنا هي موجهة للبرلمان؟ للبرلمان وكمان جزء منها كبير توعية للمجتمع كله بكل مؤسساته بما فيهم المرأة بما فيهم الراجل بما فيهم الاهل